اشتركوا في القناة اهلا وسهلا صباحك طيب اهلا وسهلا وكيف رأدا يرفقني ايضا دكتور كريم الولي الاخصائف تغذية مرحبا دكتور خير زينا كل شي مزيان حمد لله حمد لله وشهيدنا كرام من بين مواضعنا اليوم نتكلموا فقرة توراة بلادي على اقبال المغاربة كيفما بزاف دي الشعوب العربية والمسلمة في شهر رمضان لا اقتناء او لشراء البخور بمختلف الانواع دياله لنا موعد مع فقرة موضع وغادي نتكلموا ايضا على راحتنا النفسية الغيبة والنميمة والأي درجة تأثيراتهم سلبية على علاقاتنا وعلى حياتنا عموما البداية بفقرة رفش تاكل وحديتنا فيها على واحد من اهم الاطباق خلال هذا الشهر الكريم الحريرة كيفاش كان طيبوها واش صحيح او لغادة اسئتنا يجبنا على دكتور الولي دكتور كريم الولي اغلب الاسر المغربية لما قلتش كلهم ضروري تكون الحريرة في طبلة الفطور في شهر رمضان ويمكن بشكل يومي طريقة تقليدية اللي بالعادة احنا تنوجدو بها الحريرة واش صحية مئة بالمئة او لفها اخطاء اكيد فالحريرة المغربية المكونات ديالها تقدر تلبينا قاع الحاجيات الغدائية ديالنا بشرط يكون تحضير ديالها بوحد طريقة صحية تندوروها بالدقيق لا هم جوجل الأغلاط اللي مخصومشي ديرهم بدأوا بهم هما اللي ولا باش ندير واخو نحيدوهم نحيدوهم هما الفرس دقيق وهما سمن واخو ونزيدو بروتينات حيوانية صديق نهرز فيها بيضاء وندير علاش حيث هي اول ما تيصوب الحريرة هما القطنية مثل نهضرو على الحمص مثل نهضرو على العدس فهما واحد بروتينات اللي هما نباتيين حيث حنا الدات ديناتها تصوم تقريبا 12-15 ساعة فالمصران تلسق فمتنشرب شي حاجة سخونة وسائلة ودافية هي رهم زيانة المصران ديالي ولكن متنزيد فيها الدهنيات اللي صعب الهضم الكبداء والمرارة ما خدمتش النهار كامل تتعيها تتعيها فبالتالي أنا نخليها نباتية ما نديرش فيها سمن حيث الدهنيات حيوانية اللي تتخدم لي المرارة بزاف ما نديرش فيها بحيث بها بيضا نهرسها ولا تتقية عدد الحم علاش حيث فيها العدس حيث فيها الحمص اللي هما بروتينات نباتية اللي تعطيوها منافع فيتامينات أم الحمعدينية وبزاف الحويلة واخا في حالات إلا درنا تتقية عدد الحم حيث سمح لي يا رمي ممكنش بها تتقية عدد الحم يا كان وننشور تتقية عدد الحم ولا بزاف ديالنس يدروا بهذا الأوايد دموا وبدوا كيرجوا هير ما يكونوش بحال دبا مثلا بغيت ندير تقية عدد الحم ندير البقري وما نديرش الغنمي واخا يكونو ما فيهمش شحمة مثلا هذي ويكونو كيمية قليلة حيث حنا تنديرو تقية عدد الحم باش ننسمو ماشي باش يكون في هاللحم وتنك ما نقولو البنة رتش تجي في العطرية اللي تنستعمل في العشوب اللي تندير فيها سهدي خصبور المعدنوس وغير ذلك وطريقة طهي تتخذ وقت وقتها ماشي حيث تنديرو فيها ليه مخصنش نديرو فيها وحنا دي ما تنديرو بزاف وما داك ندامات لبنة مثلا حتنعرفو باش يكونونك وصديقين كلي اليوم في المطبخ ديالي ندير لبنة هي بطريقة ديالي ديالت تحضير توابيل بلا ما نمشي فاشن تكرموا على الحريرة شنو الفوائد الغذائية اللي كتتعطينا فأولا تتعطينا ألياف وتنعرفو احنا رمضان قلة شرب احنا صايمين أول حاجة توقع هي مشكلة القبط والألياف تيعاونني على تخلص من الإنساق النقطة الثانية هاداك العدس هاداك الحموص هو واحد للسخص ديالبروتينات النباتية اللي هو تقريبا كامل حتى نقولو ما تكونش فيهم كلهم الثالثا هو مركز فيتامينات واملح معدين يعلاش الفيتامين السيك علاش حيث القصبور معدنوس الكرافس هادو غالين جدا بالفيتامين سي أملح معدينية بحل بوتاسيوم بحل الفوسفور فبالتالي أنا راه في هاداك الثالثا اللي تناخد راه مكتعطي فيتامينات تعطي أملح معدينية تعطي بروتينات تعطي ألياف فتقريبا راني اقع المكوينة الأساسية اللي خستتكون عندي في واحد الوجبة خطيتها في زلافة وحدة ولكن راه فيها الكالوريات باش نبقى أنا صحي في قريقة ديالتحضير ديالها ولكن في الكمية اللي غل ناخد زلافة زلافة جوج حيث عاديش حل زلافة جوج تدبوا على شن حلينا قبل منها ومشن غل ناكلوا معها بتأكيد وللحزب ديالزلافة زلافة تختار ولكن في المعدة بتندروح نحن لزلافة التقليدية ديالنا تقريبا راه مكلا تمشيت 400 كالوري في زلافة أوكي ستخي كالوريك دكشي علاش هرسا نقوليك أنا فيها كل شي حيث تخطف البروتيماد الفيتامينات الأملاح المعدينية لنمكلا تمشيت 400 كالوري إلا ما استيش فيها سمين وطحان وبيل باش ندوروها باش تكون صحية فطريقة المثالية باش نحضروها فما نديروش بعدها تماتيم المركزة اللي تماتيشة عادية فتنصب تندير الربيع الكرافاس التبور المعدنوس تندير الحموس تندير العدس ولكن قدر نصولك سؤال علش نرقدو الحموس مثلا واش كين واحد الفائدة من الناحية الغذائية أو لا أباش يتبغي ولا تنعرفو حنا المرأة تخدم ما عنداش رمضان الوقت تيجري عليك فاقتني ديما نوجد الحموس والعدس قبل علش حيث متنفي الزقون هار تنحيد منه الألياف السلبال تديري اضطرابات هضمية واخ طبقى ذاك شلي مزيان في لابت أكيد فان كل ننفذي ونخبعو في القنزولاتور غير ذاك شوية بين الحريرة ثم مثلا ولكن مين جبدو من ديلي واحد نسلق وننلوحه في طنجرة فبهاد طريقة هذه ليش نهائيا اضطرابات هضمية هذه الطريقة الأحسن باش الوقت تنظوروا في هالحريرة احنا احنا ما غنحتاجوش لهذاك الدقيق باش بالتأكيد تنهزهم وتنظروا معهم شوية دي القصبور في الميكسور تنظرهم وبهم تنظور حريرة ديانة فبهالطريقة تنظورها بالخضر تتعقد ومع ذاك ما تنحش بالفرق فالناس اللي تيبغوا يكون شوية تقيلة حيث كل واحده وكي اللي تيبغي من فوق كل واحده عاداته فيمكن ليه إلا يزيد واحد المعالقة صغيرة ديال النشاء ديال الدرق باش يزيد يعقدها بلا ما نحتاجو نديرو الفورس اللي هو سوكريات اللي هو ترجع عجائل اللي هو تقيل على الهدم ففي العطرية تنعرفو حنا تنديرو اللي بزار تنديرو الملحق نحاول نقص منها حيث نعرفو الملحة ما بزيناش للصحة باش نعود داك النقص في الملحق نعليلين ديال الحامض من جين شربا حيث الحامض ديما تيضرق ليها تيضرق ديال الملحة ونخرقهم فهدوهما طريقة صحية وسليمة بالتأكيد على حساب الجسم ديال واحد حيث نعرفو الوليدات الصغار رازليفاتهم صغار والناس الكبار على حساب الوزن تكتفي على الكالوريات بزاف دكتور كريم الوالي هادشي كياني انهم مثلا كاشخاص راشيدين نشربوها نهار اه نهار لا وليش حلم مرة نشتحنا نشربوها في الأسبوع فتنقولو بعدها في الوجبة زليفة جوش سيضرق متوسطة سيضرق ما نفوتش كتر بس كاليف تكتر طلعت الكالوريات وتنعثر الهضم ديالي النقطة التانية فمن الأحسن ديما نديرها نهار على جوج نهار على ثلاثة وندير شربة خضر اللي ستكون سريعة في الهضم اللي تيكون فيها منافع أخرى سوء البلبولة بالتأكيد البلبولة ديال الشعير تنديروها الزراح تنديروها سميدة يمكننا نديروها اللي شوفان اللي فلوكون دافوان نتنبول الناس اللي ستعملهم بزاف علاج حيث سوكرية بطيئة ولكن في واحد دلافيبر اللي سميتها البيتا فكتان اللي تتخليني مزيان الهضم وما تطلع عليه السكر دغير موش كان ان اشخاص ربما عندهم مشاكل صحية خصوصا على مستوى الجهاز الهضمي تنصحهم انهم ما يشربوش الحريرة تأكيد فأولا هما الناس اللي عندهم الكولون العصابي حنا تنعرفوا باش نهضموا القطنية خذتكول لعنا الباكتيريا النافعة عاد مصران خدامة مزيان فإماما تكونش خدامة مزيان ذاك القطنية تتوحل وتتصوب لنا غازات في المصران ذاكنا غاز الاسميتون الميتان وذاك تعطينا انتفاخ وآلم فبالتالي الناس اللي عندهم مشاكل هضمية فالناس اللي عندهم مشاكل في المعيداتهما فإلا كانت فيها الدهنيات بزاف تغلدرنا فيها السمن إلا كانوا فيها بحضبات قطعات ديال الغنمي مثالا فهدوا بعض الحويجات اللي تيقدروا لنا النتال الألم في المعيدة فأغلب الناس تيكلوا الحريرة مأتمر ولا مأش ريحة ومأش باكية واش هاد الأمور نافعة او لا تنسحنا انتفادها نافعة علاش حيث متنصوموا أول حاجة سندروا هي الحلاوة علاش حيث متنصوموا حسنا طلعوا بسكارب أسرح حاجة وحنا سنعرفوا التمر هو اللي تيطلع لنا أسرح حاجة الحريرة فيها القطنية والقطنية هما ألياف والألياف كالشين والألياف كين يوجوج أنوا كين القابلة الدوابان والغير القابلة الدوابان شنو الدور ديالهم لتدوب هل تدوز الدم تعطينا الحفاظ على الأمراض القلب والشرايين لما تدوبش تتبقى في المسران تتساعدنا على الهدم وتتحفظ على السحادين وتتنقص لنا امتصاص سكارية فبالتالي متى ناكل ذاك التميرة ولا ذاك شريحة مع الحريرة؟ قسم الجهد ذاك السكار ماتيت تمتش لشن قولوا ديما الحلوة ناكلوها مع الماكلة اللي فيها الألياف وخاءة فاش كان تكلموا على الحريرة كين ناسي وجدت تقول لك أنا أغرى نخلاها في تلاجة طريقة الحفظ الصحي يوصل لي مع دكتر وش حلما النهار تقدر تفقى في تلاجة يمكن لها تبقى يومين تلت تلت ايام ماشي كتر ندوروها ولا ما ندوروها وحكمة الإغلاق وحنا رأى تبارك الله المرأة المغربية عندها رمية الدوق تتشوفها واش حمادت وما حمادت هذا هو الطريقة باش تتعرف واش بقات مزيانة ولا لا ما نسخنها شو نعود نرجعها فبالتالي نمية تنصوبها ندير القدر اللي غنبك وتنحط الباقي اللي غنخبع وماذا بغيت نخلها بيومين ولا تلت ايام ناخد دكتشي اللي غادي نسخن إلا سخنتها ما بقى لها ما ترجع الغفق يجيها من أكثر الشربات اللي تستعملوا من غاربة أيضا هي الحسود البلبولة خلينا نفتحوا القوس ونعطوا الفوائد دي لها واش هي صحية؟ هي من النوع القطاني صديقمية نعطيها نعطيه سكريات بطيئة وحنا نعرفو حنا السكريات البطيئة هي أحسن حاجة علاش حيتما تطلع لنا سكر ضغير وستعطينا الطاقة بشوية بشوية البلبولة بتأكيد فيها أملح معدينية بحال فوسفور بحال بوتاسيوم قليل من الفيتامينات هير المشكل في طريقات تحضير فعلى حساب المناطق فمن الأحسن نصوبها بالحليب حيتما تندير الحليب تندير للاكتوس باش ممكن نعوده تنصوبها هير بالماء نخليه المزايد باش نجي تنصوبها هير بالماء ونسمها باش نجي نزوينا حساب المناطق تندير لها لآزير كل واحد وكيفاش تدير لها تبقى مع الوليدات باش ياخدوها خطى تكون واحد شوية حلوة فهنا يمكن لنستعمل مع القاعدة العسل مثلا من جي نصوب هالوليدات تتنطيبها ونساليها يمكن لنحليها بالعسل باش دوز للوليدات ويقدروا ياخدوها شكرا لك دكتور روالي على نسائح كلنا مشاهدين الكرام الغيبة والنميمة بدون الحديثة للجانب الديني واللي هو واضح في هذا النقطة تنتكلموا أيضا اليوم على الجانب النفسي علش اليوم تنتكلموا على غيبة ونميمة كجزء أولا من أهم مسبب المشاكل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية علش كينين أشخاص عندهم إدمان على الغيبة والنميمة نحاول نفهم مجموعة من النقطات رفقة نبيلا بن وحود وراح لبالي نبيلا بن وحود كيفاش نفرقوا بالغيبة والنميمة الغيبة هي مني كاتهدري لأشي حد في الغيبة دياله وكاتهدري بيانسوق على ديفو دياله الأشياء اللي خيبة فيه والأشياء اللي ما كيبغيش هو أن الناس يقولوا عليه يعني ممكن شي واحد يكون مقتنى منك الأشي سر ومعاود ديك شي حاجة تخيبة عليه ما كيبغيش بين هالعموم كاتهدري ليه في غيبته كاتش بدي ديك الأشياء النميمة هي مني شي شخص كيكون حاضر مجلس وكيكون كيهدر مع الناس ومني كيمشي كيهز ديك الهدرها ككسخونة وكيمشي كيقول هالنس وحدين أخرين انقل الهدرها من بلاسة أخرى بالهدف ويمكن يكون عنده أهداف يا إما بغيبين بأنه كيبغي وحدين على حسب بعدين أخرين يا إما كيبغيبين بأن الناس الأخرين ممزيانين شمال أنه هو الشخص الوحد الممزيانش في ذيك القضية كاملة فاش نتكلموا على هذا الأشخاص سواء أنت يديروا الغيبة أو للنميمة كان أشخاص هوايتهم في الحياة هذا الوقت وكان أشخاص يقولك تفدرنا حاسة في وجدة على رأسي ألوخك من الناحية الإنسانية والأخلاقية وغيرها رأس عيبة بالساف هاد الأشخاص فين كان عندهم النقص عندهم بيتسوق واحد لعدم التواصل معدات ديالهم هاد الأشخاص ما شايفينش رأسهم على الإطلاق شكونهما وإشنا هما الاحتياجات ديالهم والأحرى أنهم بيتنا الحتياجات ديالهم أنهم يبغيوا رأسهم ويخدموا على العيوب ديالهم فيما كان شي شخص ما قادرش يخدم على رأسه وما قادرش ينمي دات دياله كيبدأك يشوف المساوي ديال الناس وحد الأخرين لأنه هناك يدخل في حال نوع من المقارنة وديك المقارنة كتبغي تبعين بطريقة أو أخرى أنني أنا حسن منك شوف رأل أخر عنده هاد الديفولف الفلاني وعنده هاد المساوي وكيتصرف بعض طريقة خيبة هنا مني كيكون كيقولها لك أطنصورة كيقول لك دائماً شكون أنا باقبوها لوتخ كيقول لك دائماً أنا راح حسن منه ما عمرش واحد كيكون عنده الهدف يهدر لك على شي شخص إحنا باش ندير واحد فرقازين بعد المرات كتكوني كتظلمي كتكوني كتشكي لشي صديقة ولشي صديقة على شي حاجة لسابة كنتية كان هدروه على واحد شخص كي يجبت شي حد باش يبين بأنه هو خير منه وهنا يبين ستغذرها نقص كبير يعني مادم أنك أنت كتباً تبالك في الأخر المساوي دياله واش بغيتي تقولنا بأن أنت عندك محاسن واش بغيتي تقولنا أنت مالاك واش بغيتي تقولنا أنت واحد ما أفت مخيب من الأخرت أنت راك تدير لعب شو زنوك شوف هدك اللي كيعجبكم راك يدير كتر مني أو لك يدير قبح مني إذنك هنا دائماً تبين هنا واحد مقص دافيين واحد عدم التواصل مع عدات الهدف ديال أننا ننطوره بأننا نديرها واحد إقلاع عن هذيك الأشياء اللي قدرنا نعادة سيئة ربما ما يكونش نقص يكون طريقة كبر فيها الإنسان كينا هاد المسألة تهيالي نادم أشنو كيبلي كيبلي بأنه عادي جداً أنني نهضر في الناس في الغيبة ديالهم ومني كتبلي بأنها شيء طبيعي وتشي واحد مع مروق اللي را ما كتديرش بالنسبة لي راك يديرها بطريقة عادية ولكن حتى دوك الناس يعني إلا كانت العائلة كتصرف هكا راك يلو واحد النقص بعض المرات كنشوف عائلة كتهدر على عائلة أخرى الجيران بيناتهم دولاً من مانية قدروا نشوفهم مثلاً شركة كتهدر على شركة أخرى في جتيمة عامل كنقول لي وكنهدروا على الشركة الفلال فلانية والجيغة يكتغل فلال فلانية شنو دار شنو فعل دوك هنا هذي كله هي را تعتبر غيبة لكن كنهدر هير على المساول دي المسوخرا نيغاتيف ولكن كنهدر على الجانب الإيجابي أرى أدخل شوز يعني كان مدح الشخص كان نكبر به كان نهدر على أشياء جميلة فيه وكان قدر يكون بالنسبة ليك تعتبر واحد المثل أعلان قدر رقع هنا نبغي نتبعه باش نقدر نوصل لهذيك الاهدف ديالك شخص اللي عايش في دوامة الغيبة والنميمة هو نفسياً شو ممكن نقوله إليه لأي درجة ممكن يتأثر نفسياً وش مع السنوات أولاً مع الوقتين سيركز لها راسه تنسى يصلح من راسه تبقى مقبلها إباد الله لأمر كامل تيدوز هو مقبلها إباد الله زينب هذه المسألة كتخلق والحقد راشي حاجة خيبة بزاف يعني كي الكراهية ولكن كنت تلحقد لأن الشخص إماجين أنه كل نهار كيعود هذه الهدرة أول من كيسمعه هو نفسه هو كيسمعه كيبقى تشوف حاجة زوينة وكيقول لي تحقد على الناس اللي ضيرين به كيقول لي كيخلق بياسه مشاكل كثيرة في حياته هو وهو ما كيبليش عفتي بحلا كيغبر بحلا كيبدك يدخل راسه في واحد الجبل ديال الناس ومشاكل الناس والصورة ديال الناس في عينيه وهو كيتمحى كمبلتما مع الزمان كيقول لي هاد الشخص ما كيقدرش يرجع للور فاسيل ما يعني بحلا كيغرق في واحد بحل شي نهر غادي وهو مغرق راسه وطيّو الطيّر وهذاك الطيّر أشنو أشاك فو كيلقاشي ناس كيهدروا لاشي حتخصو يجبد هو يعني كان مع أصحابه مع عائلته وفي خدمته دايما كيقول لي بحال فيس في ممشاكل وش هو واعي براسه هاد الشخص ما كيواهاش بينسغ هو كون كان واعي براسه ربتت خادير دلبال أو الله بعد المرات كيكون الواعي لإن أنا باغي بالضبط نجبد مشكل هادك سيد كان نهضر عليهم كيكون نوع من الشر والحقد والحسد لإنه هو ما قادرش يوصل هادك لنيفو وهذا المسألة مثلاً كالقاوها مثلاً في العمل كتلقى واحد كي يحسب راسه بإنه ما قادرش يوصل الواحد لنيفو ما قادرش مثلاً ياخد واحد طرقية أو لا يكون عنده واحد الاعتبار مثلاً في هادك العمل كان اللي واخد البلايسون في الخدمة بالغيبة هنالي مختال قربة مع عيوب للآخرين كيهدر عليها هادك الشخص اللي بحاله في القراد بطريقة باش يهدر باش يؤثر في الشخص اللي كيتسنط لي هنالا دخلنا في استراتيجي ودخلنا في واحد نوع منه السيطرة بطريقتنا أو أخر على الآخر وكنج بدل الاخر بواحد طريقة معينة باش الناس يقولوا كيكرهوه يعني انفو كان بدل الصورة ديال الاخر في عينيك واخد كون انت إياه واحد إنسان بالصحة لوجيك وما كتبغيش تسمعي راشوف يدلا بديت كانعود لك الهضراب بزاف دلمرات وكنجلقيت ذاك اكيد 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 اي دانك هناليا كيبالينا بإنش هالمن مرة تقدر توصلنا القتل أرزاق كتقدر توصلنا لشي حاجات اللي بصح خيبين لما ماشي زوينين بزانا يتكون على ظهرنا يعني تديو معانا ديك العبق ديال أنا قطعت الرزاق ديالشي حد أو لادرت شي حاجات وش ممكن تكلموه في مرحلة من المراحل الغيبة ونميمة عند شخص كتتحول للمرض أو للطيراب نفسي بيانسور كتقدر تولي تطيراب نفسي لان هذاك الشخص كيولي عنده بحال واحد الهاجس كيولي عنده واحد نوع من الهواجس اللي كتخليه كيمشي كيقلب على الاشياء اللي غيقول وبعض المرات كيولي كيختلقهم اي دونك هو كيولي بالصح كي يآمن بذك الشي اللي يختلق وذك الشي اللي كيعاول للناس وهنا يرا كندخله في بندم كي يكدب على راسه اي دونك باش يقدر إعقب هاد المسألة شوف هزين بكيني شوش الحواجئي ماشي واحد كيدر لي ديك يعني كيصدمو كيزعزو كيفيه من الناس وش هال الناس بعد مرات كيتصدمو من هاد المسألة ولكن كيقدر يكون زعم هاداك ودوة ديالهم كيفيق وكيوعاو كيمشي كيخدم على راسه او ولا كيقولي وبنادم كيقولوا كيدر الغيبة والنميمو كنعطوه التساة وش كنفقدوا علاقاتنا الانسانية والاجتماعية بسبب هادا المشكل يسير لان مثلا انت هي كتدير اتقاف شي ناس وكتخضري معهم بطبيعة تكونتية عادية وكتجي كتقولي كل مرة كتسمعي كانوا كيهضروا عليك في هاد البلاسة بجمعين فيك ما تقشدوه تقدر ما تقطعش العلاقة ولكن كتبدأ كترجع للور كتدير حدود بينك وبين الناس لانك تعتبر بان كل الناس ماشي اهل الثقة والمشكلة في الغيبة انها كتهرز الثقة اوتوماتيكما لان شوف احنا يضعف احنا بزاف دلمرات ما كان قدروش نواجه الانسان فوجهو نقول لي تنخوي قلبنا كان قدرو نخوي قلبنا ولكن كينا نخوي قلبي وكينا نهضر في واحد باش نهضر فيه يعني تخوي قلبك يدون في واحد لسيتيواشون انت عايشها مع ذاك شخص انت عايشها وتدير الغيبة والنميمة فيه وانك بغيت تبلو بغيت تدير مشاكل منه مثلا كان قدرو ناخدوش موقف مثلا جوج ديال الاصديقاء اللي واحد فيهم تعرض الواحد عشان صديق تالت ديالهم واحدة كتعيد الاخراء كتقول لاش تيليو ما شو نوقع ليه وكتدخوي علاش لانه هنا يا رب بالعكس بعد المرات كتقولي ما شايفاش حاجات اولا الاخراء كان اهر كان فيش قلبي لانه بعد المرات بغيت واحد غير يسمع ما يقولي يتا حاجة غير اسمعني حيث هاداك اللي مهمة بزاف واحد كيسمعك كيتحملك كيولي يترجعلك عقلك كيسه تغيز امبوغطن يعني ذاك اللي كيسمعك يخصو يكال مانشيش عال العافية اطماتيك مهني كتحسي برسك انك في الراقتي نقدره نقولو هاد القضية مين بالنسبة مالالالازواج إحنا دايماً عارفين بإنا ما خصناش ندخلو مثلاً في أنت عاودوا للباران ولكن عاودوا حيث باش نحميوا هذيك العلاقة كيخصنا ما ندخلوش فيها أطراف خارجية لإنا هما ما كينسوش دكش لوق إحنا را كانت خاسموا اليوم كانت صالحوا لأغداء هما ما كينسوش دكش لوق درتي البنتي ودرتي الولدي إكزاكتماً دوك هناي إلا مثلاً واحد حستبراسه غايت تفرق عاود صديقة وصديقة إكزاكتماً كنعود واحد لحاجة ضراني بغيت نخرجها راشوف زمان را كانوا العائلات كيعاودوا بقضيتهم اليوم بنادمن مكلقاش من العاود كيمشي عند أخي الصائي عند آنكوتش عند آنكوتش عند آنكوتش كيفرغ قلبه لإنا محتاج واحد لوقيته يخرج إنفوك يخرج شنو كيدير كيبكي كينعس كيرتاح كيفيقم زيان سالينة واضحة مفايد مني ستكون في لحظات صعبة عشنا هو البكازين هي أنه مبقاش عندي الكلمات نعبر على ذك شي باش كنعيش بكين كيبكيو عن ناط صحيح وليكن ما تتحس برأسك رتاح لا ما شئ ما شئت ما شئت تتحس برأسك أنك بغا مرتاحتي وتخلصت من هذك الحم شوف راكي راكي غلبك راكي غلبك راكي تقلب عليه راكي يخرج بلو فوخ كتوا إذنك مني كيخرج سخته ما خصناش نقول للإنسان ما تبكيش بكي فره ورتاح راكي تتحس برأسك بو كوميو لأنك ديك لوقيتا ما كانوش عندك الواسائل باش تعبر وحسيت برأسك محقور وحسيت برأسك مضلوب وحسيت برأسك شي حاجة كانت ديك الواسائل الوحيدا نتعبر تتحس الخرجات سالينا واندوز الحاجة أخرى كيفاش ممكن الأشخاص اللي وعاوا برعوسهم اللي وعاهم المحيط باللي راكت يديروا الغيبة والنميمة وبله هادشي ممزينش وبله هادشي مدير ليهم وللآخرين كيفاش ممكن ساعتهم بتقنيات أنهم يتخلصوا من هاد العادة السيئة أول حاجة كين مثلا الناس اللي كيديروا نميمة كين بزاف ديال الناس كيقولك بلا ما تعودوا قدامي را غنوصلها ما كينشي ناس ما كينقدوش حنا فكون في عائلتنا دايما كينشي واحد كيقولك تانا ما زجروش لي معروفين زجروش ولا وصيني كيقولك وصيني شوف هذا رازوين هاد مسألة لانه كيقولك ها فكرة مكان قدش بحالة هو بغيو تسقط هارجو شوف هارتي دي دير عملية ديال ديك نوصل دوسي سخون باقي ده واحد ما سيقل لنخباره كون عنده السبق صحفي دونك هنا هاد القضية تقدر تكون مزيانة لانك تتولي بنادم كتوضح ولانه وواعي وكيقولها لك الشخص اللي ما واعيش كيخصك بغي ماض فيه قبعيبو تقول لسوحداك تقول لي انتايا اشنا هو الهدف ديغياخ شاو الهدف وش عندك هدف مؤين وش كراه يلدك الشخص او لا عدم تيقع في نفسك او لا عدم معرفة ديال الدات ديالك او لا بغيتي تتودد لشي شخص آخر حتى بعد مرات كنتقرب لشي شخص بهذيك الطريقة كنشوفوا واحد من هذا الربعة كنسؤولوا اشنا هو الهدف إلا كان الهدف ممكن نوصلولي بطريقة أخرى ودائما احنا كنوصلولي بطريقة أخرى كنشرحوا الانسان اشنا هو الطريقة المتلى باش نقدروا نديروا هاته مسألة مثلا معرفة الدات والتقاف نفسي انا إلا كنت عارفة راسي دوكو جسوي كابا بما حسنش نبدا كنهرس في واحد زميل واحد زميلة ديالي مثلا باش يباليهم شوف را راهم يا بعد شك بيا نبيلا وربما تتافق مع ايفاد نقطة كن بزاف الحالات راها غير تربية مننا محيطنا في مجتمع انا بزاف ش تيدويف شو بزاف تيدويف بزاف مغانا ام مش ولكن هدي حالات سائدة وكاتلقى في بزاف ديالة المغربية كين واحد وليجوش تخصوص غيبة وناميمة فهمتيني كتقولي فلانا ولا فلانا تخصوص غيبة وناميمة شبونس وكين لي ما كيديرهاش عن سوء نياه هو مكبر هوكاك ايه ازاكتا متربة هوكاك وكين لي كيعجبوا يسمعادوك لي كيديرو الغيبة لانهو كيدحكوه فتيدرو واحد نوع النشاط وكيف يبقى برسيك هذا واخه هالشخص في حياته كيفاش غيجلس يوميا فيما يبغى يدير غيبة وناميمة مش يقول راسه باش يتحبس بعد اولا كيغلتو عارف باني راشي حاجة قبيحة بزاف ايماجينتي في هاداك الموقف ديال داك الشخص ليحنا كنغتابوه هوش انتا تبغي راسك ان الناس وقتما قسو ياخدوا واحد الكويز ديال قتاول القهوة كيهضروه فيك والناس مقابلين كنتا في لدي تفاصيل ديال حياتك باش يقولوا قاع المساوي ديالك يقولوها بسوء بنظرتهم هما بيانسوق ولكن ما تقدر تقول شي حاجة انت مع عاجبك شو ما بغيش تقولها تقدر انت تكون شي حاجة من حقك انك تحتفضي بها لنفسك مش اغدنا سوك خيديا لكم حتى تحتفضي بها مادم انه عرفها سافي سيفيني بحل دا باش نوك يبلينا شوف مواقع التواصل الاجتماعي كان الديباج عندهم تخصوص واحد انني مش نشوف قاعدك الشي اللي سيء عن شي حد واننشو واننشر بسيبان نغمال هادي راه قضية راه بسيح راه نافش كنهضره الى التربية وعلى الاخلاق وعلى بزاف ديال الحويش هاد الشخص مثلا اللي ما وعش كان شرحولي جز كالبون هاد القضية هي قبيحة هي رمشي شي حاجة مزيانة وكان بيسوق وكان ربطولي لتخصى المادات ديالي هو كشخص مع راسه بيضا حتى باغرب الاحيان غايكون نعيش مع راسه هلا ما كانش موحيطي هو كيفاش يمرن نفسه يتعامل مع هاد الوضع يسوه الراسه شكون انا شكون اللي اعطني الحق انني نهضر الواحد في الغيبات دياله شكون انا شنو انا وصلت للكمال اشكي زيدني لو اشكي زيدني واش انا بغيت نوصل وكيفاش غنقدر نوصل بطريقة واحدة اخرى انا لك مش طريقة شريفة باش نوصل باش نفرد داتي بالخدمة بالاكمبيتنس بالتربية ديالي بالاخلاق ديالي ماشي وانا كنهرس في شي واحد قبالتي لان هاد القضية مهمة جدا انا دايما كنقول اولا ماشي ثوقي في اي حاجة يعني اي حاجة شفتها وخم الى ماشي شي حتطلب لي النصيحة تنقول تتذكر دائما انه ماشي ثوقك هذه جملة كنعودة دائما تتذكر دائما ماشي ثوقك تاني حاجة من اكون شكون انا شكون اعطاني الحق انني نبنع ليك ونحكم عليك ونقل لك مثلا انا احسن منك مثلا اجتماعيا او لا دينيا او لا سياسيا او لا تقافيا او لا ماليا ماشي بالودغو شكون انا هادك المعيار او فاتمة اعطاني تشي واحد هادك اللو لعبال بان انا احسن منك دائما تفكر هاد القضية انا محسن منتا واحد انا محسن تاحد وتاحد محسن مني وكل واحد را عندو القيمة ديالو في الدات ديالو ولكن الشخص اللي كيدر الغيبه ونميما كيهبط من القيمة ديالو لانه قول يبشي اعطيلا فالو غلراسوش كيدير كيهبط ناسي را كيفالو غيزي الاخر مليك ادوش لحد كتعطي قيمة وما نساوش نبيلة بنوحود هو ان في الحياة ما نساوش نكونوا ستر على الاخرين لاننا لا ايوب محتاجش كون يسترها وكون اكيد كما ما تسترش ايوب الناس غدغة تحفيدي الناس ما غدسترش ايوبك بقى ايدا على الجانب الديني وشنو كيقول في هذا الموضوع خلينا ستر على بعضياتنا لان هذه الحياة اليوم انا نقدر نستر على شخص غدغة يجي شخصي استرعلي في اضعف لحظاتي زينة بقلش واحد حاجة موهي معا نفتح واحد القوس انه واحد المثال المغربي كيقول تنسترون مثلا البنات مثلا هضروش في البنات ديما نقوله العواتقات ما كان هضروش فيهم هنا كتلقى مثلا نجارة كتهضروف من جيرانهم كان هضروف ديزان فان ديزان دوزان تخيزان كاتورزان وهاد القضيرة من اقبح ما يكون لانا مشاكل نفسية ما تتخلق مشاكل نفسية مشاكل اجتماعية كتوقف احنا را كان نقولها في المغرب كتوقف في ساعة دي البنات مثلا هادشي كلها ورس دي تخيز راهي المجتمع دينا عندو بزاف ديال بروفيرب يزوينين بزاف وكيربيو هادشي راماشي كانت يدقلع طيباطيا شنو معنيتها معنيتها بان وخب ندمي الخطأ راه الحياة كافية لانها تربي الانسان وكينضاج وكيكبر ولكن لان تدرتي لي الغيباء او لاننا مي ماش كيوقع كيوقع ان لو جوغلي هو تبدل الناس ما كينسوش ليه انه كان دار هاد الغلطة ولا هادي ولا دار هاد الفعلة ولا هادي ولا اشحاج وخمس كينخدم على راسو كيبولي بسباب واحد ولا جوج حياتو ميم كتتعتر عشاك فوا وهدي ما عمرنا نساوه راه كان نهضرو في شي حد راه كان نعطيه الفرصة يهضر فينا راه الغيبة تولدو الغيبة كان نهضر فيه كيبولي لاخر راه كان تقولي فلان قلت تقولي وماش شي هو وكتبديك تدير العليس حياتو لم تنساش ذاكري كيكون بيناتكم كيما سمع من عندك غيوصل من عندك بيسر كون اكيد كيما سمع من عندك في لحظة غضب في لحظة ضعف في لحظة حزن هادرتك غتخرج غتخرج كون سترق للناس اللي قلي سترقلك في الحياة وإذا ما نسوش هادك سيدلي جا عود لنا نقول لي سؤال واحد في نظرك علش كانوا آلازو هما كي تهضروا قدامك صافي وسكتي علش هما كانوا مساحين وهما كيهضروا قدامك لأنهم أمنوا لك ما تخونش الأمان لا هما عارفين وغايوصلوا هما كانوا آلازو يعني هما كانوا معهما شوفي مادام هما آلازو ستا دي غتنسا كنتي كتبخطجي معاهم نفس الشيء آلية وكلاجي تي كتعود لي را كنتي معاهم في ديك الجريمة شوف غاكين من أشخاص في الحياة تقول أنا غانا أعود لي داك شي اللي بغيت ويوصل الله خير ذلك شكرا لك تبينا تعرفين برسول الحب شكرا لك ربي الله شكرا لك دكتور واني أكيد ما القناة معاك في حلقات مقبلة شويتنا اليوم مفقرة من يتشايف نتابعوا جميع مشاهدينا مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم غادي نقدم لكم دي سيقاع ملحين حلوين بالفخومج وميسلي دوز نشوفوا المقادير غادي نحتاجو فخومج بلو موزاريلا محكوكا ملحة بزار صفر ديالبيد وشوية ديال الاسل باش نعسله لسيقاع ديالنا في الاخر اول حاجة غادي نوجدو الحشو ديال السيقاع نديرو فخومج بلو خلطوها شوية دي نضيف لي شوية الملحة و شوية ديال بصار حاولو ما نضيفوش الملحة بزار لانه فخومج بلو مالح وموزاريلا توكي يكونش شوية مالح نوك بصار وغادي نضيف خومج مزاريلا وغادي نضيف خومج مزاريلا نخلطوه مزيان باش تخلط اليادك المزاريلا مع الخومج بلو والملحة والدبار ودبا غادي نضيف اليه أصفر البيض نضيفه أصفر البيض باش وليك يجمعنا ذاك الخاليط ديال ديال الخومج باش مليك نديرو اللي سيقاع ديالنا في الفران او ليتكلاو مكي ترتقوش دبا غادي نضيليه فيلم أليماطيه ونخليه في تلاجة تقريبا واحد ساعد لما احتيش دراسه باش نقدوه نديروه حرابل ونديروه في السيقاع ديالنا عرغموشا يدينا بعد ما شدلينا الخاليط في تلاجة دبا غادي ناخدو الورقة ديالنا قسمناها الى النصف ودبا غادي نقسموها على ثلاثة باش غادي نديرو للسيقاع الزيت الزيت باشندان بيها سوف نزل على هذا الشكل يكون جيد الحرشة وهي اللي تكون مع الفخص وهي اللي غادي تكون الفق وغادي ناخد الفخص وغادي ندير حل شكل جيد الحرشة وغادي نجي غادي نسد السيغار جالي ندير الحرقة نحاولو منزيروش مننجيو اللغة نديرو رامي مشوش وندير شوية جلد لطحين على الماء ونستبع بها السيغار جالي لذلك ما يمكنهم تحتافظو بهم بحلقة في المجميه تحتافوهوهو مع تقليوهو ومن يتخلوهم الفراح ندوزقنا نقليهم هادي نديرو فوق منهم شوية جلد لاصل من فوق ونتلقوا باش نشوفو الطبق نهائي ونستبع بما قلينا السيغار دعنا بالخومج كناخدو شوية جلد لاصل كنجروا بحلقة فوق منهم محدهم سخونين مش كي شربوا لنا ذاك العسيلة هل هذا الشكل هذا كنقدمو منيكم صحة ورحة ونتلقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله سعادة مشاهدين الكرام أننا نرافقكم طيلة شهر رمضان المبارك مواضيع مهمة والتي ستكون حاضرة في حياتنا اليوم خلال هذا الشهر الكريم ومن بين الأشياء التي تنولون مقبلين لها كدولة عربية ومسلمة اقتناء البخور في شهر رمضان اليوم والتي نتكلم على البخور مغربي مجموعة من التفاصيل فقرة طورة بلادي سنتكلم لها رفقة سيدة أبت سلام العالمي خبير في صناعة الأطور والبخور المغربية روبرتاج رجالي الحديث خلال شهر رمضان كيتزايد إقبال المغربة على اقتناء البخور والأطيب اللي كتتعتبر من أبرز أشكال ترحيب الضيوف سلوى الغرفي من بين النساء المقبلات على شراء العطور خلال هاتفترة بدت بمناسبة شهر ديالة رمضان نأخذ العود القماري نأخذ لعندهم العود القماري مسقي الزهر صار غير ملاكية ضبما أنه شهر روحاني كتعرفوا التقاليد ديالنا تنمشي وعند الناس تيجوا عندنا الناس مي كاستقبلوا الناس كنت لقلهم طريف ديال العود تتعجبهم الحال تنمشي وتنديوا في الدينة هدايا منهم العود والزهر وهات شي كله بها السوء لأنه سيني ديالة روحانيات كنت تعتبر شهر رمضان للمناسبات الدينية أكثر فترات اللي كتزهر فيها هالتجارة كما أن النساء هم أكثر يقبالين على العطور والبخور بجميع أنواعها إذ كيحتفظ المغاربة بهذه العادات الأصيلة بحيث كتحتل مكانة خاصة في قلوب الأسر المغربية رحبك على السلام العالمين شرفنا بحضورك الله يباك فيك شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا ورمضان كريم كريم لنا وليكم سحو السلام أمين لنا وليك يا ربي مغاربة تزد إقبالهم على شراء البخور في رمضان رمضان شهر العبادات وشهر الطاعات وشهر البركات وكذلك شهر الطيب ميكان هدروا الطيب كي جمع يعني إما بالبخور والعطور اللي هم الدهن دي العود وكل ما هو فيه رائحة طيبة تنتكن موليوم على بخور مية في المية مغربي بخور كين مية حيث العود إذا حضرنا المغاربة يعني هم مولوئين بالعود القماري أي من قديم الزمان وهذا موروط يعني متاورة أبن عن جد مني كنا صغار ولا بدكت القطرية في العود إما في الصاك إما في الطموبيل إما في الدار يعني العود القماري هو ماشي مغربي هو كي يجي من آسيا مخا كومبوتش تايلوند الهند يعني ما عندناش إحنا في المغرب المغرب معروف ولكن موجوز من عدد نوت قريب إحنا عاطينا الله أرغانوز أفران وهما عاطيهم الله العود القماري اللي هو عنده يعني يجرينا نتكلمو عليه خصوة حد الحلقة بوحده العود القماري كي العود القماري الطبيعي اللي هو كتشمو نفسانياً كترتاح تعتك واحدة الراحة نفسية وكي العود القماري اللي هو معطر برافیومي هذا هو اللي كان صنعوحنا في المغرب واخف هذا كان ناخدو دك المادة الأولية اللي هي العود القماري إما ديال طايروند إما ديال إندانوسيا وكان قطعوه طريفات صغار وكان نعطروه أو كان نبخروه كان جوجد الطرق أها كي العود المؤطر وكان العود المبخر شو فرق بناتهم العود المؤطر هو كان ناخدو دك العود وكان طفو عليه لديه زيوت أساسية. الروح ديال العود. الروح ديال المسك. الروح ديال الأنبر. ونجعله واحد لمدة طويلة. واللي ضروري أن نبهو الناس هو من يجي ويشريو هذا النوع أو أنواع ديالعود. يشوفوا يعني التاريخ ديال انتهاء دياله. ديال الصلاحية. ديال الصلاحية. ويشموا الرحة دياله سيخ بلات قبل ما يشريوها. حتى إلا شميته وارتاحيتي أرهم زيان. حتى دي في طرف يعني في الإنسان. إلا شمي زي وجهك حريق الرأس أو ما يعني يجيك مجهد. ما تح ما تأخذوش. هذه مسألة مهمة. هذا المؤثر. مؤثر تكون مؤثر. زيوت أساسية. المبخار كان أخذو ذاك العود. وكان ديروه بحالي كان نفوه رسك سوء. انتي كان ديروه في واحد بلافابغ بالبخار. وكان ديرو فيه زيوت أساسية تهوى وكان ديرو فيه واحد أنواع البخار. وذاك البخار وذاك زيوت كي تبخروه في ذاك العود. كي يشربه هو ذاك. وهذا تيكون أفضل. بنسبة الناس الأخفيفة الحساسية على مدة صغار. مية في المية. وكي بقى مدة أطول في المنزل. وكي بقى تفرخوها مية. في الفراز. كي يشد. كي بقى مدة طويلة. هذو جوجيا للأنواع العود. كي العود طبيعي. وكي العود مؤثر. وكي نحن ندبه في المغرب. وبفضل الحمد لله تخليطة اللي كان ديروه اليوم. سرغينا. سرغينا فاسية مخزانية. اللي كان صوبها بتستعود الأنواع البخور. واللي عندها إقبال كبير. ولات الآن. يعني بخور عالمي. يعني في جميع أنح الأعالم الناس كي يقتنيوها. وكي بخرو بها يوميا. وهذا يعني واحد الفرح كبير. بالنسبة لي. مني كتلقى واحد البخور. اللي كي بخرو بها المغاربة. يعني مغاربة العالم. في العالم كله. كي بخرو بنفس النوع ديال البخور. سرغينا. وهذا البخور اللي هو سرغينا. اللي هي نبتها كتكون تحت الأرض. وكي يجبدوها. يعني أنا دائما تنقول عليها السر والغينا. جدودنا كانوا كيسميهوها السر والغينا. على السر لأنها كتكون تحت الأرض. كي يجبدوها. والغينا غينا الروح. مني كتشمها. كتعطيك واحدة راحة نفسية مني كان قبطوها دنبتة هادي وكان قطعوها وكان لونوها مشتكذا كاللونوها بالزعفران الحرف وكان ضيف عليها المسك المسك المزمان اتنا عرفوه تنديروا這樣的 وض Во ذلك شيء. كان ضيف عليها الروح ديال الزهر елеarena الطبيعي وكان ضيف عليها الزعفران وقا reca بذلك كلوا بالروح تخيل معيات السعود دي الأنواع فاخرة دي البخور شنو هاد الرائحة اللي تتعطي في المنزيل او هاد الرحة النفسية دي الإنسان وخب خليني نسوكا بالسلام العالمي البخور باختلاف أنواع اللي تكلمنا عليها وكينا ربما أنواع أخرى المغربة تشريوها خصوصا خلال شهر رمضان المبارك وش كين وقت معين لكل نوع دي البخور بمعنى كيف ما في الزيوت الأساسية وليش مؤتي يقول لك هادي تصلح للصباح تتعطي إني غجيزوينا هادي تصلح المساء تعاونك غتناس ووش سلامة مشوز بالنسبة للبخور او لو ممكن تبخر البخور أنا أعطيك يعني مسألة علمية البخور الجسم دي الإنسان سبحان الله هادي منيك كيش من البخور كيفرز واحد الهورمونات السعادة ايه ليهما مهمة هاد الهورمونات السعادة تقدر في أي وقت في الصباح في الغداء هلاش دابا الناس وليت سرغينها ماترين كيتلقوها في كل وقت كتنوت في الصباح كتدير المياناج كتطلق سرغينها في الغداء كتدوز الغداء كتطلق سرغينها منها كتحيد لريحة الماكلة من الدار منها كتعطيها وحدة الريحة الطيبة في الدار في الليلة عودتاني كتدري قبل ما تنعس عندي دابا كليان يعني يوميا ثلاثة المرات في النار تيبخر بالبخور حسوا بذلك الراحة النفسية كين هرمونات السعادة كيفرزهم الجسم بني كيشم رائحة البخور يعني في أي وقت تقدر تطلق البخور وتستمتع بهذه الريحة دياله وتحسب هذه الراحة دياله نرجع لرمضان علاش كين إقبال كبير أو متزايد في رمضان حيث الإنسان مني كيكون صائم مني كيجيل المساء وكيفطر هو الإنسان مني كيكون صائم كتنزل إليه واحد ساكينة واحد طمأنينة كيرتاح عدنا الوقت كيخرج بكريم الخدمة إني عنده الوقفة شي يمشي يشري هذا البخور بخلاف الأيام العادية مني كيفطر كيبغي يمشي سلي التراويح كي لبسش لابات تقليدية وكي ياخد ذاك طريف للعود وكي يتلق ذاك البخور كي بخرج لابات تقليدية تقليد دينا المغربياتي مجبناش هذا مورود كي نفتخره بها كله تقليد دينا الحمد لله اللي كنفتخره بهم يعني مني كي يبخر جلبة دينا وكيدخل داك المشجيد كل شي كي بديل تافت رايحة طيبة كل شي كي يسلم عليها يفهمتي يعني كتكون هذين من المزائيل اللي كتخلي يعني يتزاد الاقتناء دينا هذا البخور والعطور في شهر رمضان ربما هو مرتبط أيضا بالروحانيات اللي تنعيشوها خلال شهر رمضان تنعرفوا باللي بصفتي الناس يبغيوا تعتبروا أن رمضان فرصة للتغيير وفرصة للأشياء الجميلة اللي كنعيشوها في الحياة ومن بين هالروائح الجميلة هنا تكون حاضرة رمضان نقولك شهر الطاعات شهر الإبادات شهر روحانيات هذا يعني شيء طبيعي وبفضل الصنعة التقليدية الرقية دينا البلادنا المغربية كتكون عندك واحد لمباخرة اللي كتمشي مع البخور يعني البخور بلمباخرة ما يمكن لك شفين تتلقوك هذا كذلك صنعنا التقليدية اللي كنحييوا من هذا المنفر يصنعنا المباخرة بليد اللي كتعطيك واحد جمالية باش تلقى تلقى ذاك المباخرة البنز ديالها كتلق ذاك البخور كتلقى ذاك المباخرة كتدور فتال تفاصيل بسيطة ولكن كتعطيك لون في باش تطير ذاك البخور فاش نتكلموا مثلاً على البخور وش شهر رمضان بحال و بحال مجموعة من المواد الأخرى تتزاد تامن دياله حق صراحة لا تبقى تامن دياله تامن دياله تامن دياله باش كيكون كتخليت الناس يتجعوا وكذلك حنايا في رمضان وليلاحتي في المناسبات دائماً تنديروا واحد لباك واحد المجموعة كنصوبوها كرياسيون سبيسيال رمضان كنجمعو فيها المباخرة ونجمعو فيها الجوجل أنواع البفور نجمعو في ذاك البنز باش كاتهز الفاخر الفحم كذلك كنحاولون يروح المجموعة خاصة في رمضان باحتامن مناسب كنصوبو فيها عدد كبير باش كنخليوتا الناس نشجعوهم أنهم يكونوا مقبلي وكما كنعرفو في شهر رمضان كيكونتا الناس يفتروا عن الناس يعني كيكتروتا الهدية واحسن هدية في رمضان هو القرآن والبخور كتديم معاك واحد الباك معاك لك الناس اللي هاتبشي عندهم كتديم قداش وتيحلو وتيبخرو وتيكونوا أجواء جميلة جدا من البخور الأجنبية في دول أخرى عربية والتي ستعجب المغربة بحكم خبرتكم ما هي؟ خاليجية كين هو البخور المؤثر بينفقهم هما الأنواع ديال الأوطر الأنواع ديال البخور الخاليجية اللي هي معروفة بالقوة ديالها كتكون مجهدة كتكون مجهدة هما الخاليجيين معروفين اليوم يبغيوا ذلك الروائح قوية عندما هما طبع ديالهم علشنا في المغرب نصنعنا أوطر مغربية اللي كتتماشى مع الدوق ديال المغربية كي بغيوا ذلك شي كلاس محدن كتتش مريح تزهر بالعود وليح تصوبنا الآن بخفن ديال سرغينة عطرت سرغينة يعني لما عندكش الوقت باش تبخر رش بطنوبيل أو بعدك تعطيك نفس الريحة ديال سرغينة عندنا بخفن ديال ياسمين ديال المسك ديال الزهر العطور مقلبة نفسيتها مغاربة هذا يعني كين المغاربة اللي كيمشي وكيشري ودك الشي ولي كيمني كيجي ولينا ما كيستعملوش مناسباتي ربما نقدر نهرسوه بالمسك نقدر نخفوه شوية باش ما نضايش فيه نقدرون نديروشي خلطات نقدرون نخفوه نخفوه بالضبط شكرا لك عبد السلام العالمي شرفتنا بحضوركم مرة أخرى رمضان كريم لكل الأسرة الكريمة مشاهدين الكرام نتكلم موضع هذا المرة آخر صيحات الجلبف مشموعة مصممة الأزياء المغربية مونيا بن حيدع أهلا وسحن المونيا بن حيدع رمضان كريم مرحب الله وفيك لنا شرف اليوم نكونوا معكم إن شاء الله شرف أنا بحضورك مجموعتك الرمضان وعيد هذا السنة رمضان وعيد شنو باش تميز؟ كتميز بالألوان ديالها الربيعية طبق الحال والأتواب اللي هي كتمشي مع هذا الوقت هذا لغم المون كتكون أتواب خفيفة ما كتكونش كتعفيك خرجنا من فصل الشتاء ودخلنا إن شاء الله فصل الربيع أكيد أكيد ما تكون أتواب اللي هي خفيفة ما تكونش أتواب اللي هي تقيلة أولي نقدرون ربما نستفدو منها تفسير في نقدر اللي بسوها طبق الحالي بسوها تفسير في اللي بسوها أها وكتميزة السنة هادي بترز رباطي الليد فيها أجليل بات الليد داخلي فيهم سقلي أرجع لإقبال المونيا على الترز رباطي بزاف هالسنوات بزاف رباطي هي ترباطي خصوصا دي الليد كيبقى القمانة بالنسبة لي في ما هو تقليدي أيا كيبقى عندو واحد اللي شغم ديالو مختلف يعني عندو الناس ديالو اللي كيطلبوه لكلف في الأعياد ولف المنسبات اللي كتسمعها مثلا كتبغي تلبس شي حاجة تقليدية كيس بغي يكون فيها داخل درز رباطي بالنسبة للسيدات كيقدرون القتاني والسنوات اللي من قبل جليل بات تلقى عندو جدوا عليهم بيانسوق كيزيدوا عليهم الجديد لأنه ضروري كل عام كتحاول أنه تدخل الدريسينج ديالها حواجه تدخلين جداد ومتتقدهم بالفولغ ديالهم بالبلغات ديالهم تفاصيل كتبغير كتبغير طبيعيك الحال طبيعيك الحال طبيعيك الحال أشو ركت عنا اللي تقتر حالينا شو تفاصيلها القطع اللي أولا كتكون من جلبة في التوب ديال هات الكريب بالأسود كلها برباطي دليد هابطة من الفوق تلت تحت كتبغيرك لبسها عامرة شوية كيف ما كنا عرفو في رمضان كيكونوا تكتوز باكدها العرادات وكتكون كيكون تقنطلقوا بالأحباب كتكون مونة سباة هذه المونة سباة مقبودين كتبغير تلبس جليل باللي تكون شوية بينها كتحس بأن دك الطقوس وهذا ماشي يعني جلبة الليية نورمال كنقدروا لبسوها في سنة كاملة مكن تروش رمضان جليل بجلبة شوية بينها وعمرة الاقترح الثاني اللي تقدم النامونية تاهيين في الشكل تاهيين بالكريب دوسوة تاهيين كتبتاز بالطرز ديال الرباطي ديال اليد كلها بسقلي ديال البغنز كيف ما كتعرفيه هو تندنس دعبة الحضور مناسبات خاصة الحضور المناسبات بالنسبة لي أنه رمضان عراية ديالهم كتقدر تلبسها أيام طبعا الحالات الشكلة هادة مغتلبسوش مثلا في النهار هاتي تقدر تقضي به بزاف ديال هادة ولانه غتكون بالنسبة للعراضة اللي تكون في عمدان ركزتي بزاف على قطع للعراضات في موش من نوعات ديالك في المجموعات ديالي كين منها نوع اللي في هذه العراضات وكين منها نوع اللي غيكونوا سبوغ غادي تلبسوه مثلا بلازة سبوغ ما تحتناش الفرصة اليوم نجيبوه معكم مرة اخرى ان شاء الله وهذا الشكل هادة اللي يزان ديالي دابا تقدر تلبسوه في العيد حيث العيد كيفما كان عرفوه كلبسوه هويجات اللي يكونوا مخدومين بسقلي ماشيين نمشو بالطرورة يكون غير الالوان مثلا ديال الحرير او اللون باللون حدك النهار كيكون شوية مميزة الايام العادية الالوان كتلاع بدور كبير خصوصا في شهر رمضان نفسية نحنا النساء في النفسية ديالنا الالوان كيبتلو بزاف ديال الحويج مني كتلبسي ان غوز ولا ان غير ولا شي حاجا كتحسي براز كن بهجا ان جنرال الانوار هو نرمال ما سيقوم بالكولار في الجلابة والأفان ديال بلاكار كيكتبتنزير بخدراجي كل نهار ولكن افت بعد المرات مني كتلبسي نوار في النوار وكتكوني انتماشية هدي كيقدر تحسيته بالنفسية دير كتتأزمشي شوية اكي وكتبهجناي وقم بلوس الربيع ما كيش محسن من اللوينة وأكتر حاجة لبسي جلابة اللي غاديت لبسيها وشوفيه في مراي يقولي أشهد الزين هتنتق فعلا زوينا كيفما كنت نفسي طبية الحال بسك تقولي راسك ركزوينا دي رسالة رديها 365 يوم كين في العام ووزين بالنسبة للجلال بلي زوين انك يقدر يكونوا دي زاكسسوخ كي بدلوها طبية الحال اللي زاكسسوخ مهمين بالنسبة للجلابة أنا دائما سنقولها لأن الفولار مثلا ما تديرش الفولار تستطيع تضغط على اكتفها وعلى اكتفاتها البليغاتها هي هذلي توش كان منك يعاونو ولكن من تبالي كامونيا مثلا جليل بات فيهم ترزرباتي فيهم أشياء باينة ديال الحضور الفولار مثلا لما كنش ديرين الحجاب فولار غا نديروا الاكتفاتنا ما يكونوش في بزاف ديالالوان حتيها ديجا عامر ياك أنا يقولون واحد يكون مثلا إذا كان جلابة فيها ترزرباتي مثلا بسقلي يكونوا خفيفة يكونوا في دي السوقان صغير ورين ودات شو أغوفسكي دبرا كيف ما كتبه في تبارك الله في مجال في الأحجار موجود تقدر تلبسها معه مؤخرة سي جمعين زيانة نتعرف على القطعة الأخرى؟ القطعة الأخرى زي جلابة الكرب مختارفة على شكالات الأخرين كلها بربطة دياليتها ولكن بالألوان وللاحطي ما كينش لاسيمتريك ما بينس دروا أدلو كوتا هادا ما أدلو كوتا هادا كين مثلا واحد لوكوتا أرقيق والأخر يبلك شوية عامر شي حاجة اللي شوية أو ثانية طبيعة الحال نحاولوا أننا دائما يكونت جديد كيسما كتبس جليل با الزوق اللي كتشوفوه مدلو كوتا كتشوفوه مننا لكن نحاولوا اللي ربطة يتغير بدله زاوية بشان اللي تحطى في دريسينك ديالة تحس بأنها كين تغير كين تغير نتعرف على القطعة الأخرى؟ القطعة الأخرى تهي كتشبالة تغير كين غير في اللون تهي نفس الشيء الموتيف اللي كين منه كين انسبراسون من اللقوطة الأخر صغير عليه في الدزاين دياله وكين اختلاف كيبلك ما بين هنا و هنا أو تغير في الألوان وفي القصة طبعية الحال هنا كما كتلاحظ مادنا جلابة جبلية جبلية تتكون طيحة على الكتاف والأبناء على الموش ديالنا يكونوا في العقوب شوي سوما مغيرين يعني مالتوسين ومالمون طويب كتبال كين تغير في جلابة حيث ممكنش دائما نبقوا في نفس النمط غادينا لي دار روي كنمغير شوي تغير قطع الأخيرة قطع الأخيرة هادي كنفضلتكم في العيد في العيد هادي كيش جيد فاتي برباطي دياليد وداخل فيها واحد نوع سيقولولو احنا تخراج وكين وامصو بليد تخراج بليد بسقلي بالأنواع دي السقليفات لسي ديالأنواع الكارتية البرونز البيض ومخدوما بالتفاير واحد لاتوش ديال الموبراتة هي سنتخلوها معها كذباك في حالة لبسة غريبية لبسة تقليدية شكرا لكم مونيا شكرا لكم ورمضان كريم مرة أخرى نبيلة بنوحود شكرا لكم القناة أكيد في حلقات مقبلة مشاهدين الكرام تمنى أنكم تكونوا استفدتوا وستمتعتوا برفقتنا في حلقة اليوم شكرا لكم على المتابعة ولتفاعلكم أنا عبر صفحات أولى لتظهر أسفل الشاشة تبقى على خير على الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة